السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دلوقتي نشوف بعض امثلة الايميلاد هتصير شبهة وانصحك ان انت تبالغ عنها انها ازبام او تعملها دليل تماما زي ما نشوف مع بعض دلوقتي نمازج الايميلاد العشوائية وصلت لي لسه مفتحتهاش وقول لك ليه انا شكت فيها طيب هنا امبورت طبعا ده حد ببعت الرسالة عامة بحيث ان انت تفتحها وهكذا بس مش واضح منها اي معلومة خالص زي كلمة هاي طيب خلاني نفتح امبورت دي بص اول حاجة ببص عليها الايميل بص ده شكل ايميل ده شكل موقع فاكيد ده ايميل مشبوه فيه يعني ده مش ايميل اساسي يعني هو ممكن حد يخترق ايميل حد من الاصدقاء ويبعت من خلاله تمام لا ده واحد قلف ايميل وعرف ان كده كده الموقع ده الناس كده هتبلغ عنه فهيتدرب فهو كاتب اي كلام او دخل علي موقع وكاتب اي موقع واي ايميل لاسه له اي معنى فده لازم تتجهله وما تردش عليه خالص تمام فانا هقوله ايميل اللي انت شاف ان هو ايميل حيي هتقوله report as not spam ده مش ازبام طيب تعالي نشوف التاني اللي هو الهاي دوت confirm it بص شكل ايميل تمام فده تخليك تشك فيه بقولك unsubscribe انا مش فاكر مليون في المية ان انا شاركت في اي موقع بالشكل دوت تمام فهتقوله ايه delete forever ويبلغ عنه ان هو ده spam اعساس انهم ما يسجلوا في الحالات المفروض ان انت بتعملش معها بعد كده طيب خلينا نشوف الايميل دوت هو بص الايميل ده ممكن تمام بس خلي بالك انا I need your help وخلص هو منتظر ان انا اقوله reply واقوله تحت امرك عايز ايه وبتاع وناس كتير بتطعف الفخ دوت تمام بس واضح جدا ان ان هو ده spam تمام اخلي عندك برانوية كده كل ايميل تشوفه تشك فيه تمام تمام طبعا بيبقى فيه ايميلات ايه ان انت هتكسب مليون دولار والحاجات دي كلها ايه last chance to win one 1000 جنسة اللين وبتاع كل الكلام بص شكل ميل وبيقولك هتكسب كذا وكذا وكذا دوس هنا وهتكسب هتلاقي ده موقع جاهز في فيروسات عشان يختارك الحساب بتاعك فما تدوس علي حاجة خاصة لازم بيعنك برانوية وهي ايميل تشك فيها إلا لما تأكد ان ده فعلا ايميل صح اوض هذه الطريقة اللي هم تعودين فيها ان احنا نتكلم فيها مع بعض ترجمة نانسي قنقر